بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن شرح مختصة لأركان الإسلام الخمسة بسم الله الرحمن الرحيم قيصغة أسلام وركون لوري باردا عيد كجب الأول من أركان الإسلام شهادة أشهد أشهد يعني أقر بقلبي ناطقاً بنساني عاملاً بجوارحي نعم أشهد أن لا إله إلا الله ديبنا شعيات لك جترمك لك يرون ملن شعيات بل مقلق دلن ملن ديمك لك وعمل ملن يرن يترمك لك ولن شعيات لك جتر لير لا إله أي نافين جميع ما يعبد من دون الله لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله بنا يقوم على ركني الأول لابد أن تكفر بجميع معبد من دون الله ثم تثبت العبادة لله واحدة ولا شركة نعم 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 فلا يمكن أن نشك في كفر من عبد الأحجار والأشجار والشمس والقمر والملائكة والأنبياء والرسل عليه الصلاة والسمن نعم 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 أو Luckily, الذي أدعا أن الشخص أمر في أجاد المعتاليين أو لفصوبه للعطفى أو لفصوبه أو لفصوص امرار أو الكثير من الأخ Wennعاء الأخذ أو لفصوص امرار أو لفصوص أمرار الرجل محاولوا للعضب هذا هو لفصوبه هذا هو تركائي نعم أيضا نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام في خمار صلى الله عليه وسلم شهدت كنجورن في محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ديام الذنام شعيات لكتر ملي بالحكماني ثورت محمد في خمار صلى الله عليه وسلم يرد لن بر قول لغنا شعيات لكتر بإيمان ايضا وقلهم إيفر لن رسول لغنا الله دان قوانر لن بذي رسول لغنا بي خمار ديام إيمان قتر يهد وشون يكهز أيدان ثوذنا من ناما يالنا اتجار ما يارث هير بر آيدان ثوذنا إيمان وشون تثفق لغنا فلابد أن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به ونصدق في كل ما أخبر به فهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وهنظرنا نجعلوا في جانب ونحن في جانب آخر نبتعد عن كل ما أمر به وَأَلَّا يُعْبَدَ اللّه إِلَّا بِمَا شَرَعَ النَّبِي صَلَّى وَأَبِذْ اللّهُ تَغَاللّهُ عَوَادَ ادى نَا يُعْبَدَ اللّهُ عَوَادَ ادى وَأَبِذْ اللّهُ عَوَادَ ادى